الحدث الأبرز الحقيقة النهاردة وأن زيارة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لنادي الزمالك الحقيقة النهاردة كان في اعتقادها حدث عظيم وجميل جدا 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 في الرياضة المصرية الحدث ده أو الزيارة دي بتدل على قيمة الرياضة الحقيقية وإعلاء روح الرياضة فوق أي شيء والزيارة دي يعني بنقول عليها زيارة تاريخية لمجلس الإدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك ومجلس الإدارة المنتخب اللي كان في استقباله طبعا بقيادة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حقيقة الزيارة دي جات طبعا تلبية للدعوة اللي طلقاها الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحقيقة من فترة مش قصيرة ومجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب كان يعني دعا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب ولكن طبعا لظروف مرض ووفاة الراحل عن السيد العمر فاروق لكن الزيارة زي ما حضراتكم شايفين الحقيقة صورة جميلة جدا 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 لو كثير من الناس قال لك الصورة ديت من فترة مش طويلة هيقول لك الصورة دي مستحيل تحصل لكن الحقيقة بقدوم حسين لبيب مع وجود الأسطورة الكابتن محمود الخطيب على رأس يعني مجلس إدارة النادي الآلي وكان الحقيقة استقبال حافل الحقيقة كان استقبال أكتر من رائع ويعني حفاوة حتى مش على مستوى مجلس إدارة نادي الزمالك على مستوى الجمعية العمامية وأعضاء نادي الزمالك الحقيقة اللي كانوا بيهتفوا بشكل كبير جدا جدا للكابتن محمود الخطيب منذ دخوله من بوابة نادي الزمالك والأعضاء كمان أعضاء نادي الزمالك كانوا بيهتفوا للكابتن محمود الخطيب بالاسم الشهير بيبو 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 ده دليل يا جماعة حقيقي دليل أن مهما كانت الظروف اللي فاتت وإحنا بنتكلم الحقيقة على فترة زمنية كانت عصيبة جداً ما بين القدبين ليس من جانب النادي الأهل الحقيقة ولكن كان من الجانب الآخر ولكن الصورة دي اتمحت تماماً وبتقول أنه لا عودة للماضي الحقيقة اللي عدى عدى زي ما بيقولوا واللي فات فات واللي مات مات ويبقى القيم والأخلاق والصورة الجميلة اللي قدام حضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الآلي بجوار الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في وجود المهندس خالد المرتاجي في وجود أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحقيقة كانت زيارة رائعة ولفتة رائعة وزي ما بيقول لحضراتكم الزيارة دي كمان بيتيجي في إطار العلاقات المتميزة جداً ما بين قدباي الرياضة المصرية اللي كانت دايماً حضرة في كل زمان ومكان وحضراتكم فاكرين صور كتير جداً جداً على رأسها صورة الكابتن محمود الخطيب وهو في أحد المباريات أمام نادي الزمالك في إيد مع الكابتن حسن شحاطة وبيروحوا يحيوا الجماهير صورة من السبعينات والثمانيات الحقيقة الجيل الرائع للناديين ويعني الفرقتين أو الناديين الحقيقة بيحمل تأدير كبير جداً جداً كلاً للآخر بالرغم طبعاً من المنافسة الشريفة الشارسة ده طبيعي جداً في قرط القدم وفي جميع الألعاب لكن كمان الحقيقة الفترة الأخيرة يعني شهدت العديد من المواقف الإيجابية يعني الحقيقة بتعكس كل يعني مظاهر الحب والروح الرائدية والكينات الرياضة الكبيرة يا جماعة والمؤسسات الرياضة الكبيرة هو ده لازم يكون الصورة الطبيعية بتاعتها زيارة الكابتن محمود الخطيب وبعدها إن شاء الله زيارة الكابتن حسن لبيب للنادي الزمالك كل دوت لصالح الكرة المصرية لصالح الرياضة المصرية لصالح الصورة العامة للرياضة المصرية يمكن في الأوانة الأخيرة مش بعيد يعني كانت الصورة الحقيقة كانت صورة سيئة جداً جداً كابتن محمود الخطيب بزيارته النهاردة بيمحي هذه الصورة السيئة لمبين كوسين التعصب في الرياضة وخاصة كرة القدم مجلس إدارة نادي الزمالك الحقيقة كمان رحب بمجلس الإدارة زي ما بقول لحضراتكم بشكل أكثر من رائع وكمان كان وقفوا دقيقة حداد على روح السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الراحل كانت في لفتها طيبة جداً جداً كمان نادي الزمالك أو مجلس إدارة نادي الزمالك خصص مقعد للسيد العمري فاروق رحمة الله عليه على يمين الكابتن محمود الخطيب ووضع يعني بقية كده أو باقة من الورود على هذا الكرسي تكريماً للراحل العظيم طبعاً السيد العمري فاروق في بداية الزيارة يمكن كان فيه كلمات الكابتن محمود الخطيب قبل ما يقول كلمة هنشوف محضراتكم الكلمة مع الكابتن محمود الخطيب قال إيه لكن كان الكابتن محمود الخطيب بقدم درع وعالم النادي الآلي للكابتن حسين لبيب وبالتالي بدوره كام رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع وعالم الزمالك كل ده تأكيد الحقيقة على العلاقات القوية والوطيدة اللي تجمع ما بين يعني قدبي القرى المصرية وزي ما بقول لحضراتكم الصورة اللي قدام حضراتكم ديت يعني الحقيقة محت كثير كثير من التعصب وكثيرا جدا من الصورة الغير يعني الصورة السيئة للكرى المصرية ما بين أو التعصب ما بين كوسين كده التعصب اللي كان في فترة من الفترات كان مقصود الحقيقة ولكن مش هنرجع لورا خلينا نبص للصورة الحلوة وخلينا نبص لقدامه للمستقبل وأعتقد دي الحقيقة خطوة على الطريق بإذن الله تتم على جميع مستويات الرياضة بتكلم على كورت القدم بصفة خاصة لأن كورت القدم الحقيقة هي الشاغل الوحيد أو يعني اللعبة العالمية أو اللعبة اللي بيحبها الشعب المصري بشكل كبير زي ما بقول لحضراتكم هي زيارة تاريخية ما فيش شك والزيارة زي ما بقول هي زيارة تعني يعني موت التعصب والقضاء نهائيا على كل من كان يثير التعصب ما بين أكبر ناديين على مستوى أفريقيا وعلى مستوى مصر أكيد النادي الأهل والنادي الزمالك ومهما قلنا في الفترات اللي فاتت يعني كان فيه شيء من الجدل وشيء من السخرية على الأجواء العامة والكورة المصرية الحقيقة لكن نهاردة زيارة الكابتل محمود الخطيب الحقيقة والاستقبال الأكتر من رائع من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والجمعية العمامية لنادي الزمالك كانت يعني استقبال أكتر من رائع هي دي الصورة الحقيقية للرياضة المصرية الحقيقة في ظل التوتر وفي ظل اللي احنا عايشينه الحقيقة يعني ده مهم جدا تكون العلاقات ما بين الأندية كلها وخاصة الأندية الكبيرة الأندية الكبيرة الشعبية اللي عندها قاعدة كبيرة جدا من الجماهير وبيتأثر حقيقة في الشارع المصري النهاردة الحقيقة كان يعني صورة رائعة إن شاء الله بإذن الله بنتمنى إن شاء الله أن الصورة دي تتكرر ويكون فيه نوع من أنواع التعاون والشراقة عندنا الملعب والتنافس والكورة والدور من ياخد الدور والكاس ونقصر كل ده جميل كل ده يعني إحنا بنحبه من عشاءه لكن ما وراء هذا هو كمان مهم جدا جدا وهي العلاقات الطيبة